اليوم سنعرض لكم الجزء الثامن من سلسلة تاريخ الرياضيات وهو العالم أرخاميدس ولد العالم أرخاميدس في سرقوسة ولكنه درس في الإسكندرية بل أيضا كان من تلمة تقليدس الإسكندري وتواصل أيضا مع علماء الرياضيات في الإسكندرية كان أرخاميدس من العلماء الذين تركوا طابعا هاما في تاريخ الرياضيات والفيزياء والفلك ومن أحدث أعماله قانون الرافعة بالطبع لم يكن أرخاميدس أول من عمل على هذا القانون فقد احتوت أعمال أرستو على أفكار تحتوي على قياس وزنين على ميزان والنسبة بينهما بين ارتفاعها عن القاع ولكن أعمال أرخاميدس كانت متطورة أكثر ففي نظريته عن تماثل النظام في التوازن فقد كان القانون على هذا الشكل ففي هذا الرسم ليتحقق التوازن بين الوزنين ألف وباء لابد أن تكون هذه المعادلة صحيحة كان يطلق على أرخاميدس بأنه أبو للفيزياء الرياضياتية ليس بسبب قانون التوازن الأحجام بل أيضا لقانون أرخاميدس الشهير للأجسام العائمة حيث قام باكتشافها عندما طالب منه ملك معرفة نوعية المعدن المصنوع منها التاج دون أن يخربه والتي يمكن اختصارها بهذا القول إن وضعنا صلب أخف من السائل وغمر فيه فأن وزن الصلب يساوي وزن الماء التي أخذ مكانها كان أرخاميدس كأسلفه مهتما بمشاكل الرياضيات الثلاثة الشهيرة ودوامة أرخاميدس كانت كفيرة لتكون الحل مشكلتين من هذه المشاكل إن دراسة أرخاميدس على الدوامة قد أدت أيضا إلى حل المشكلة من المشاكل الشهيرة وهي تربيع الدائرة وذلك عبر تقسيم الدائرة وتحويل هذا القسم إلى المثلث ومن ثم إلى مربع كما عمل على معرفة مساحة الشكل البيضاوي وذلك عبر ملئه بمثلثات لا متناهية لتسهيل معرفة المساحة ولكن هذه الطريقة لم تكن نافعة أبدا قدم أرخاميدس العديد من أطرحات في مجال الرياضيات المتقدمة ولكن نجد في دراسته ما يسمى بأربيلوس أي باللغة الإغريقية سكين الإسكافي ففي دراسته هذه استطاع أرخاميدس أن يضع قوانين مهمة تساعد في حساب مساحة الدائرة في الشكل الأول فمساحة الدائرة بقطر باء دال تساوي جمع مساحتين دائرتين دوي قطر ألف باء وباء سين وفي الشكل الثاني فمساحة الدائرة بقطر ألف باء تساوي مساحة الشكل الشبيه بسكين الإسكافي الذي كان يستخدم قديما وهذا ما دفعه لتسميته بهذا الاسم من المؤكد بأن لم تبقى أعمال أرخاميدس كلها فيقال بأن بعض أعماله مفقودة كما قال أيضا بابوس الإسكندري بأن أرخاميدس قد اكتشف الأحجام الثلاثة عشر الشبه منتظمة حيث أن تبقى فقط ثلاثة أعمال للعالم وهي توازن الأحجام كتاب مقيس الدائرة غير المكتمل والكرة والأسطوغانة ولكن في القرن العشرين قد اكتشف أطروحة مهمة للأرخاميدس باسم الطريقة التي قد احتوى على نظرية كان قد أرسلها إلى إيراتوستينيس الرياضياتي ومدير مكتبة جامعة الإسكندرية حينها وقد افتتح العالم عمله بقول بأن إن عرفنا بماذا تعنى النظرية سيكون أسهل علينا معرفة البرهان وفي نهاية يمكن القول بأن أرخاميدس قد قدم إنجازات عدة في الرياضيات وخاصة الهندسة وعلم الأحجام من ناحية أحجامها أو مراكزها التي فصلها في عماله الأربعة وعلى رأسها الطريقة ترجمة نانسي قنقر